السلام عليكم ازايكو يا شباب او باركو ايه بسميتكو شايماء صلاح فرقة خمسة ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن طيب اول حاجة هنتكلم عليها الايتمز اللي هنتناول في الموضوع بتاعنا هنتكلم عن هنعمل للمعلومة اللي عندنا بعد كده هقول لك ايه اه امتى هتشوق ان العيان بتاعك ده محتاج و ايه اللي انا ممكن اصوبها منه اللي هي بعد كده بسيطة هنعمل مبين نيفراتيك و نيفراتيك سندروم من حيث الانبستيجيشن وبعد ايه هعمل استيجينكو في كرونيك كدني ديزيز برضو سلايد وهنفرق ما بين اكيوت و كرونيك رينال ديزيز في سلايد بسيطة اول حاجة هتكلم عليها هي الفونكشن بتاع الكدني الكدني زي ما احنا عارفين انها بتعمل ووتر بالانس الكتروليات بالانس اسيد بيس بالانس اكسكريشن اف الوايست بروتكت الرياجيوريا والكرياتينين وكمان الادوية الدراكس بتعمل اندوكراين فونكشن بتطلع اليرسروبيوتين بتطلع الفيتامين دي بتعمله اكتيبيشن تمام فبالذالي انا ما يكون عند رينال انجري او رينال فلير كل الوظيفتي هتتأثر ناخد بعد كده البوينت البعدها انت ديت الباسوي بتاع الاكتيبيشن بتاع الفيتامين دي ان انا عندي الفيتامين دي بيخشني من سواء عن طريق سواء دخلي عن طريق الصن او دخلي عن طريق الضايت الهيهي يقرا الفيتامين دي وبعد كده يروح الكدني هيبقى واحد وخمسة وعشرين اللي هو ده الاكتيبي فورم يبقى دي ممكن تجيلي دي هي واحد وخمسة وعشرين وان المسؤول عنها كدني فيتامين دي مهمتو انو يحافظ على مستوي كالسيوم في الدم تمام فانا مضرب الكرية وفيتامين دي يقل يبقى مستوى كالسام في الدم هيقل ويحصل عليه تتابعات اخرى هنكلم عنها قدام طيب امتى بقى شوكي من العيان بتايده محتاج ان انا عامله اول حاجة العيان يونج بيشانت ويس هايبرتينشن واحد سنو صغير وعنده ضغط اكيد دي مش حالة برايمري اكيد هي ساكندري ثمانين فالمية من الاسباب بتكون رينال وعشرين فالمية من الاسباب بتكون اندوكراينا فانا عيانة عندي يونج اتش يونج بيشان ويز هايبرتينشن لازم ان اعمله رينال انفتيشن تمام تمام عيانة عنده ان اكسي بلين روحطي لي مئتين خط تحت كلمة ان اكسي بلين بومتينج وديس بيبسيا السبب في البومتينج وديس بيبسيا في الحالة دي ايه ان الواست بروتكس المفروض ان الكتني بتتخلص منها اترقمت فلما اترقمت حصل اريتيشن لجي اي تي فسببتني بومتينج وديس بيبسيا والدكتور قال كامل انها ممكن تعملي هكف اللي هي الصغطة بتكون برولونجت تمام ثالث حاجة مفروض من الكالية بتفلطر الدم وطلع لي يورين ويست بروتكت الدم ما تفلطرش اليورين او البيت قليل اقل من 40 سي سي بقى دي حالة تستدينانا شوفي الكالية ملحة ثالث حاجة عندي هي الانيميا سوري رابع حاجة عندي هي الانيميا عيان سي بي سي بتاعي وحش واحنا مش قطرين نحدد السبب مش ممكن يكون السبب ان الاستروبيوتيني المسؤولة اصلا عن اكتيفيشن بتاع بورمارو مش موجود يبقى هي السببت الانيميا بعد يجد البوينتين اللي بعدها الدكتور زودها من عنده في الريكورد انه بنستخدمه في الفل اوب بتاعي الديابيتس ميليس وهايبرتنشن بيخلي دعيان كل سنة يروح يعمل تحاليل عشان اشوف الديابيتس ميليس وهايبرتنشن قصروا عليه لحدثين البروكشن بتاعي الديزيز ده تعمل لحدثين في ديابيتس ميليس بالذات بشوف القلب منوريا الى قلب يوم في قلب اليورين تمام انما الهايبرتنشن بابعت العيان يعمل سيروم كرياتينين وسيروم يوريا تمام طيب برضو الدكتور اهل معلومة يعني مفروض ان احنا كلنا عارفانها امتى العيان ده اشخاصه نوع ديابيتس لما يكون الفاستنج بتاعه اعلى من 126 او الراندم اعلى من 200 تمام وامتى شخاص ان العيان بتاعي هايبرتنشبه والهايبرتنشن بشخاصه لما يكون السيستوليك اعلى من 140 والديستوليك او التزعيستوليك اعلى من 90 طيب انا قلت لك كده العيان انا ممكن اعمله انفستيجيشنز امتى او ايه الحاجات اللي تشككني ان هو محتاج انفستيجيشنز طيب ايه يا بالانفستيجيشنز اللي انا هعملها اول حاجة انا كان عندي ايه عندي كليا جاي لها دم سوري مالبعرفش ارسل اصلا تمام الكليا دي جاي لها دم بتفلتر الدم وطلع لي يورين فانا ممكن اتدور في الدم اعمل بلاد تستينج ممكن اعمل يورين اناليزيس ممكن اصور الكليا نفسها او ااخد منها بايوبسي تمام يبقى تاني انا ممكن اعمل ايه ممكن ياما ممكن ياما اعمل بلاد تست ياما اعمل يورين اناليزيس ياما اصور الكليا نفسها اعملها امجي او ااخد منها بايوبسي وقال الدكتور اعرف السبب بتاع الديزيس بتاعها ايه اصلا اوكي اوكي ناخد اول حاجة انا نكلم عنها ايه هي الدم انا مجحة للعين دم هعمله بايو كيمستري هعمله هيمتولوجي هعمله اميونولوجي طيب خلينا ناخد الاثنين الابسط اللي هما الهيمتولوجي والاميونولوجي لكن هيمتولوجي هتعمله ايه هعمله سي بي سي هلاقي عنده انيميا بس كده شكرا طب الاميونولوجي ايه الحاجة الاميون دوت انده من خلاله ممكن اعرف السبب يعني ممكن يكون السبب بكولوجئ والاسبب ويكذا يبقى تصيب الوحش بتاعنا ليو البيو كيمستري طيب ان هاخش في السلائل اللي بعد اكذا ياجد في البيو كيمستري حاجة اسمها تحليل وظايف كلا احنا ما كنا بناخد في الوحش في الوحش بتاعنا اللي هو البيو كيمستري اللي هما مين اللي هما البلوت يوريا والسيروم كرياتيني بس يعني الدكتور لو قالك يا دكتور احنا نطلب لعيان تحليل وظائف كده ايه هو تحليل وظائف كده البلوت يوريا والسيروم كرياتيني والرينج بتاعه الرفرنس بتاعه بيختلف حسب كل معمل والتحاليل بتاعته بيعملها بناء على ايه والتبستيكس بتاعته وهكذا يعني بس هو الرينج بتاعه ان اليوريا من 15 او 45 او من 20 او 40 تمام والكرياتينين من نص الواحد واتني من 10 او من 6 او 18 او 1 او 3 او 10 تمام طيب نحن نكلم في البلوت تاستينج عن ايه على اول حاجه الكرياتيني ونتكلم على اليوريا والكالسيوم وبالاي بي جي والالكتروليتس اولا هنكلم على الكرياتيني الكرياتيني ده كان مياه؟ يبقى كريتنين هيزيد ولكن المراكن زيادته دي يعني مفروض انه لما يزيد يبقى جيفار معدل فلترة الدم هيقل يبقى هو زيادته بيرفلكت الريديوست جيفار ولكن السيرم كريتنين ممكن يكون وزن الريفرانس رينجي انا قلت لك من السورة لقبلها من السيرم كريتنين من نص الواحد واثنين من العشرة ممكن العيان يكون القيمة بتاعته سبعة من عشرة يعني اوزن نورمال رينج بس لا هو مش النورمال بتاعه ده هو كده عالي ازاي بقى دوقتي انا بسان شخص وزنه ميت كيلو انا بعمل الريفرانس ده على شخص وزنه ميت كيلو فالبضي ماز بتاعته كبيرة فالقيمة بتاعته هتبين اللي هو واحد وخمسة من عشرة او اتنين او اربعة هيكذا رقم كبير فعلا طب واحد تاني بضي ماز بتاعته اصلا قليلة يعني واحد اصلا وزنه خمسين كيلو فكده القيمة بتاعته مثلا لو طلع لي واحد ونص لا ده قيمة عالية جدا 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 بالنسبة لبضي ماز بتاعته فعشان كده يقولك قلدو سيروم كرياتينين فاليو كانت ريمين وزن الريفرانس رينج امباشن وزن ردوس بو مازل ماز حتى لو جي افقار بتاعهم مش متأثر سريع الموقاتها بس احنا وصلنا ان سيروم كرياتينين ده ممكن ما يكونش بيرفلكت النورمال رينج ان مسلا قلتاك ان العيان البضي ماز بتاعته قليلة فقديني قيمة قليلة مع انها تمثل اه يعني قيمة في الريفرانس رينج بتاعي ولكنها قيمة كبيرة بالنسبة لعيان ده يعني جي افقار بتاع هيكون متأثر جامد جدا بس قيمة لها متدهاري مش عالية قوي فاهمين قصدي يارب تكون وصل اهوات بيقولك انه الرينج بتاعه السيروم كرياتينين فاليو ممكن يكون في الريفرانس رينج حتى لو جي افقار بتاعته مرزين خمسين في المائة انا عندي علشان اصلا السيروم كرياتينين يعلى لازم جي افقار تكون متأثر اكتر من خمسين في المائة فواحد جي افقار الكرياتين بتاعه مش عالي عشان بس قوان باضي ما اندكس بتاعه القليل يعني جسم القليل والجي افقار بتاعه متأثر جامد تمام تراب تكون وصل بعد كده ينكلم على اليوريا بيزيد بس بكله يعني ايه دوقت اليوريا ده نادك تكسيل بروتين واحد عنده فاليوريا عالية في جسم تمام دي حاجة معقولة ولكن ممكن برضو اليوريا تعالى في الجسم من الاسباب اخرى زي ايه زي النعين ده يكون بياخد بروتين يعني والبروتين بيتكسر بروتين انتاج بتاعه عالي بروتين انتاج زي حالات الزيه زي حالات الزيه مرويد والziel ويصوبجية العائن الهيمرج ده بيكون في اهباسيز والآيباسيز دي عبارة عم بروتين فالمطق قصر بتاعه الاستيراميريا وكاتابوليك استيت تمام تمام جدا بعد كها نتكلم على ايه هنتكلم على الكالسيم الكلسي امتاين هي يريديوس طب احنا الكالسيم هي يريديوس ليه قولنا قدام انه فيتامين دي هيقل اكتيفيشن بتاعه. فمش هيبقى. الله مصر هيسلم محمد. لما فيتامين دي اكتيفيشن بتاعه يقل كالسيوم هيقل. تمام? تمام? لما كالسيوم يقل يحصل زيادة في الباراثيرويدرومون. نتيجة نتيجة واحد وخمسة عشرين هيدروكسي بايتامين دي. تمام? تمام. قال لي بعد كام معلومة ان الفوسترس بتزيد او الفوسفات بتزيد في كوروني كدني ديزيسي. ليه بقى؟ الكريا وظيفتها انها بتخارج لاصل جسم من الفوستفات. فالكريا الدرعة بتيبقى. الفوسفات مش هيخرج. تمام؟ ايه بقى الفوسفات هيدي? وعلى فكرة زيادة الفوسفات دي بردو تعتبر السبب في نقص الكالسيوم. لان الفوسفات هيمسك في الكالسيوم ويعملوا ترصيب. فالكالسيوم مش هيبقى حر في الدم. دي اولا سانيا الفوسفرس دي هتبقى موجودة هتبقى في الضايت هتمسك في الكالسيوم اللي بتاخد في الضايت كمان. اللي مش هيحصله امتصاص. تمام لحد دوقتي ان شاء الله يكون تمامين. طيب يبقى احنا كده وتكلمنا على ايه? تكلمنا على البيكيمستري. اه تكلمنا فيه على السيروم يوريا وعلى الكرياتينين. قلتلك ان الكرياتينين دوت ممكن يكون بس هو قرأته خالط لان الشخص ده عنده بباديميس بتاعه قليل. والجي في قار بتاعه ساعته هيكون بتأثر جامد وانا مش عارف. وتكلمتلك على اليوريا قلتلك ان اليوريا هاد سيد. ولكن ممكن تزيد في حالات اخرى. اتكلمنا كمان عن الكالسيوم وقلنا ان الكالسيوم بيقل والفوسفات بيزيد. البيتر الهرمون هيحصل فيه ساكندري هاي بربارا سايروديس. وتكلمنا على هيمتولوجي ان العين ده هيكون انيميك. وفي الاميولوجي انا قلتلك ممكن تتدكت بتاعه. هنطلقي ان انت مسلا تلاقي اا 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 الانا انتي بادي والدابل ستراند انتي بادي. الدابل ستراند دي اا انتي بادي. وهي ممكن تلاقي ايه الساقرة عالي. وتلاقي الوايت بلاد سلزة عالية لو فيه انفكشن. وهيكزل. تمام? تمام. دلوقتي هننكلم على ايه? ننكلم على اليورين اناليسيس او تحليل بولي. بص يا شباب ابنا نتكلم على اليورين اناليسيس. في حاجة مفروضة هنرجعها. تمام? انا عندي في الرسمة دي. دهة الجلوميريولاي. وديه التيبيول. ويه عندي هنا ده الافرند. وده الافرند. حال بالكلام? انا عندي الدم بيخش عن طريق الافرند. يحصلوا في الجلوميريولاي. الواست بروضاكت والاكتولايت والاكسس فودر. هتعدي في التيبيول. وباقي الحاجات هتعدي في الافرند. ويحصل عند التيبيول. ليه ابزوربشن ويه ابزوربشن. تمام? بغض النظر عن الموضوع بتفاصيله ودقة والكلام ده كله. انا يهمني في الموضوع ده كله ايه? حاجة اسمها السوديوم. دوقتي الكلية بتاخله الدم في سوديوم. السوديوم دخل في الجلوميريولاي. هصاله فلترة. الاجساس منه عدة في التيبيول. جيه عند التيبيول. هيحصل له ري ابزوربشن. في مع الافرند. حلو الكلام? حلو الكلام. ولكن الري ابزوربشن بتاعه بيتحكم فيه مع عوامل كتير. منها الرينين انجوزن سيستم. تمام? الرينين ده لما يفضل. هيعمل ديكم اللي احنا حافظيننا من ويحنا في السنة اولى. ان الرينين بيعمل اه سوديوم ده هيعاد بكمية اكبر من اللي المفروض يعاد منها ويخش الدم تاني. حلو? حلو. المعلومة دي تهمني في ايه بقى? تهمني ان انا عندي حاجة اسمها يعني كلمة ده كمية سوديوم اللي الكليا خرجته من السوديوم اللي جاي لها. فرضا الكليا جاي لها الف ميلي جرام سوديوم. خرجت منهم مية. يبقى ده بتاعها. هو ده نسبة بس يعني كلمة ده نسبة بس انا باقولها فرضا هي خرجت مية من الف جرام من الف ميلي جرام اللي جاي لا. تمام? في حالة تانية الكلية هتخرج واحد جرام بس. في حالة تالتة الكلية هتخرج لالف كلهم او تخرج منهم خمسمية. تمام? فالنسبة ما بين كمية اللي خرجت للكمية اللي وصل الكلية دي اسمها يبقى دي نسبة نسبة للكلية خرجته عن الكمية اللي رايحة للكلية اصلي. فانا مسلا عندي حالة ان يكون الكلية ان يكون بتعمل آآ بالسوديوم بكمية عالية جدا. فنسبة السوديوم اللي خرجت قليلة جدا جدا. يعني مسلا ان اقتلك الكلية وصلها الف ملي آآ الف ملي جرام صوديوم تمام? هراجد منهم واحد بس. ملي جرام واحد بس ليه بقى لان بتعمل بالنسبة عالية جدا. فالفراكشنال اكسكريشن سوديوم ريت بقى اقل من واحد امتى بقى لما تكون التوبول افويدلي كونسيرفينج سوديوم يعني هي بتعمري ابزوربشن للسوديوم نسبة عليه دي في حالات لما يكون الرنين عالي وحالات كتير بس منهم ان الرنين يكون عالي تمام ياما ان التوبول دي يكون فيها دامج فما بيحصل شريع ابزوربشن اصلا للسوديوم بسوديوم كله يخرج فالفراكشنال بتاع السوديوم هيكون اعلى من واحد واحد فى المية يعني انا قلت لك هي نسبة ما بين حاجتين ما بين كمية السوديوم اللي دخل الكليا وكمية السوديوم اللي الكليا صرفتها فى اليورين حلو الكلام تمام جدا نتكلم بعد كده على ايه نتكلم بعد كده على اليورين يعني دا يكون في حاجات وهاجات كيميكال حاجات مايكروسكوبية الدكتور ما تكلمش غيرا عن الحاجات الكيميكال من ميكروسكوبك فيعني احنا نتطرق لها اكتر من الفيسيولوجيكال واصلا في الاطفال ما بيركزوش فيها قوي بسي باشا مفروض ان طبيعي انا دوقتي جبت واحد هللت نبطلو بول خلت من عليه عينة بول وشخص طبيعي مفروض انها بلاي اربسيس عادي ده وزن رينج معين ده حاجة نورمال كانوا عندنا بيقولوها انها بتكون وزن خمسة في الهاي بورفيل هنا الدكتور غير الوحدة فبقت اتناشر ونص خلية في الميلي لتر خلاص مش هنختلف قوي احفظوا الرقم وخلاص طيب انا بقى الشخص ده ممكن يكون عنده البول اللي في السموي ده البلاد اللي في اليورين عالي جدا تمام فعملك حاجة اسمها هيماتوريا الهيماتوريا دي ممكن تكون مؤثر على على البول جدا فمخلية لونه احمر او اللي هو تي يورين او كوكاكولا يورين لونه احمر كبا اسمها ماكروسكوبك هيماتوريا ماكروسكوبك تمام اقدر اشوفها بالنكد اي او انها ممكن تكون مايكروسكوبك حلو حلو جدا تمام ده اكيد دليل ان فيه من وكمان في تحليل اليورين بادور على ان يكون فيه اه غير البلد اكيد هدور على البلد هدور على البروتين هدور عن كان فيه او اه كيتونز لو هو الحالة دياباتي هدور على اه النيتريت هدور ان كان فيه لو فيه انفكشن مسلا هشوف بتاع اليورين وهشوف بتاعته ممكن اعمل لهم بالتبستيك حلو كلام تمام قالت بقى ان انت ممكن تلاقي حاجة مميزة كدا في اليورين ده ان انت تلاقي دسمورفيك ريسروسايت ريسروسايت مفعوصة كده وشكلها مش حلو ده دليل ان فيه كلوميريولار ديزيز تمام كوملي او اشهر حاجة اللي هو كلوميريونفرايتس يبقى دي سؤال ممكن تيجي امسك يو ديكتور اكد عليها ان وقال ان انا ممكن احلف ان العيان لعنده دسمورفيك ريسروسايت اه ان هو جلوميريولار ديزيز حلو تمام وبعد كده ان انا هدور على البروتين البروتين بقى انا عندي طوب ويز ان انا اعمله مجور مني عندي حاجة اسمها اربعة وعشرين ساعة او اربعة وعشرين ساعة كوليكشن بس دي عشان العيانين بيلغبضوا الدنيا وساعات العيانين بيعملوا حاجات بتباوز التحليل فقال لك احنا ممكن نعمل التحليل عن طريق سبوت يورين سامبل يعني خلاص انا هجيب العيان المعمل اقول له خلاص تفضل هاتلي عيانة ده وقت وهنعمل منها التحليل بس اجد مش هشوف البروتين في التحليل ده هشوف حاجة اسمها البروتين كرياتينين ريشو او قلبيومين كرياتينين ريشو سواء كده او كده وده وقت الجدول ده مهم جدا معينا بس يا باشا انا عندي اه الشخص الطبيعي بيكون القلبيوم كرياتينين ريشو بتاعه اقل من تلاتين تمام من تلاتين اه لتلتمية ميلي جرام لكل جرام يبال عنده عنده مايكرو البمنورية مايكرو البمنورية اعلى من تلاتين ميلي جرام لكل جرام مايكرو البمنورية والكلام ده يعني خلاص اه نورمال اقل من تلاتين ميلي جرام لكل جرام طيب من تلاتين لتلتمية من تلاتين لتلتمية دوت مايكرو البمنورية اعلى من تلاتين ميلي جرام لكل جرام طيب من تلاتين لتلتمية دوت مايكرو البمنورية اعلى من ان اقل من تلاتين. يكون من تلاتين تلاتمية. ويكون اعلى من تلاتمية وده تمام? طبعا عشان اعملها بعملها اه يعني التحليل ده بقراره خلال تلات شهور واديني كل مرة نفس النتيجة. تلاتمية وتلاتين ميلي جرام لمدة اكتر من تلات شهور انتجت ان فيه كروني كدني ديزيس عند العين ده. تمام? والبراكراف اللي تحت ده اللي احنا قلناه هناك. الاسلايات دي بقى هنقارن ما بين النفريتيك والنفروتيك سندروم. المفروض دي موضوعات كبيرة وبتتذكر من النظري. ولكن هنقارن اللي انا هلاقيها في اليورين اناليسيس. اول حاجة النفريتيك سندروم تتميز بانها عندها هيماتوريا. مكروسكوبك هيماتوريا. اليورين فيه كتير جدا. فبقى لونه ريد او براون يورين. او بنشبهها بالكوكاكولة او بالتي يورين. تمام? شكل الشاي. ومعاها اوليجوريا. طالما اوليجوريا يعني الدم. اسمه ايه دم? الووتر مش بيخرج. فحصل بووتر ريتنشن. مقدة الى ان يكون فيه هايبرتنشن. وفيه تمام? انما انفروتك بقى انفروتك شفت الاوب بتاعتها كده هم عامل كده. كأنك كلاة مخرومة حرفية مخرومة بتنزل كميات كبيرة جدا من البروتين. فالبروتونوريا بتاعتها اوبرت بروتونوريا يعني البروتونوريا جامدة اعلى من ثلاثة ونص جرام في الاربعة وشرين ساعة. تمام? وده اللي بيخلي يعني فيه رغاوي. البول فيه رغاوي. بقى انت ادوقتي من شكل البول من الفيزيكال بتاعه ممكن تعرف. العقين ده في نفريتك ولا نفروتك. النفريتك بيكون عنده هيماتوريا. لون البول بتاعه بيكون لونه بني او احمر. انما النفروتك بيكون فيه آآ رغاوي اللي هو فروز. تمام? طيب. البروتين بتاعه بيتريمي في اليورين. فاكيد البروتين هيقلي في الدم. يبقى عنده هايبو ألبيمينيميا. اقل من ثلاثين جرام لكل لتر. ويكون عنده طالما القلب يومين قل. الحاجة اللي كانت بتحافز على بتاعه البلد قلت. فالبلد آآ البلد هيبدأ يحصله البلازمة هتحصلها في في الانترستيشل. تمام? فيحصل كمية البلازمة اللي في البلد هتقل. في ويبقى عنده او ممكن العين ده يكون عنده لو حصل معيها حلو كلام. ولا عين اكيدة عنده اديما ما اللي حصل اسكيب للبلد في الانترستيشل هيبقى عنده اديما ويجرناليزت فليو تريتينشل. يبقى النيفروتيك ممكن يكون فيها حاجتين. ممكن يكون عنده انترافاسكولار. بوليوم ديبليشن او اكسبانشن. ممكن يكون عنده هايبو تينشن او هايبو تينشن على حسب الجريت بتاعت الحالة او الحالة واصلة لحد فين. وحسب الكوز بتاعه. يبقى انا كده اتكلمت على دوقتي هكلم على ايه? دوقتي انا هصور الكريا. هصور الكريا بايه? بالصنور. حلو كلام? حلو كلام اهود. قالك يا سيدي الكريا ديت لو عندها اكيوت كدني انجري. الحالة لسه يعني ايه? المريض ما بقلهوش يومين تعبان بقى والدنيا ما ملحقش النواي اصل على بتاعك الكريا. ففي الاكيوت هتكون نورمل سايز. ام قرونيك كدني هتكون شرنكت. الكريا بقى لها زمن بيحصل فيها ديزيز. اه 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 جلمورييولاي بتموت يحصل عاية في بروزس. اه الدنيا بتكش اكتر فالكريا بتكون شرنكت. مش بس كده. في حاجة كمان كاركترستيك. انا دوقتي مسلا عندي السورة دي في السونار. الكريا تلاقها حجمه معين. انا اقدر افرق فيها الكورتكس عن الميضالة. انا لانما في حالاتك كورونيك كيني ديزيز لأ. حاجمها بيقل بتكون شرنكد. ما بقيتش اقدر افرق ما بين الكورتكس والميدالله وفي نفس الوقت الدينستي بتاعت الكورتكس هتزيد. بسبب الفايبروزيز اللي حاصل. احنا فين اهو. في حالات الارتراساوند شو انكريس في الدينيستي بتاعت الرينا الكورتكس وزلوز او الدستينجوشن بتوين الكورتكس وميضالة ما بقتش قادر اميز الكورتكس وميضالة اللي بقى ان الحالة بيكون حضر فيها فيبروزس فالفايبروز لم الكلي على بعضها كده خلاها كلها جزء واحد مش باين من بعض خلاص انا كده عرفت من الشخص اللي انا هبعته يعمل انبستيجيشنز و ايه هي الانبستيجيشنز اللي هو هيعملها و ايه الفايندينج الكومن ان انا لقيه تمام دلوقتي خلاص عرفت ان الشخص ده مريد رينر دلوقتي انا محتاج اعرف السيفيريتي بتاع المرض دوت اعمل السيفيريتي اعمل السيفيريتي عن طريق الجي افوار او جلوميولار فلتريشن ريت ده بيمجر الفونكشن بتاعك كده فاصلا يعني ايه الجلوميولار فلتريشن ريت ده الريت اتويتش الفلويد باصس انتو النيفرون افضل فلتريشن تمام طيب كلمة بتاعتها كان من مية وعشرين مية وخمسة وعشرين ميلي خلال دقيق خلال دقيق حل تمام بس دخلي بالك ان انا اعمل قياس للجي افوار دي عملية صعبة فانا مش بستخدمها روتين لي خالص بس تخدمها في حالات معينة منها ان انا بقاعمل السيفيريتي بتاع شخص هيتبرع بالكليا بتاعته انا دلوقتي واحد جايباه ودفع له فلوس وهنقل وهادخل عمليات فمحتاج اتاكد ان الكليا بتاعته شغالة كويس فالاء هعمل جي افوار بتاع حلو الكلام اوfilانجا طب انا بعمل حساب للجي افو ار ده ازاي في طريقة دايراكت في طريقة دايراكت وفيه طريقة ان انا عملها استيماشن أو استيميتينج جي افوار ان انا احسبها عن طريق معادلات الدايراكت ان انا اعملها عن طريق الايدي ده ليبلد ايد ايد ايداد ده الانيونيو الانيونيو ده مادة انارد مادة خاملة الكليا مش بتسطر عليها مش بتعمل لها متابوليس مش بتعمل لها ابزوربشن او 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 سيكريشن او اي حاجة مش بتأثر عليها يعني فان انا اعمل لها اعمل قائص لجيء فقارة عن طريقها بيديني قراءة دقيقة تمام والادي ده ديت بتكون مادة مشاعب بنقدر نشوف الباسويل اللي هي مشيت فيه بنعمل لها ديكشن عن طريق الجامعة كاميرا بعد كده المهم بالنسبة لي حاجة اسمها كرياتينين كليرانس ده اللي انا بعمل له اه لما بقيسه يبقى انا كده است جي اي ف ار الكرياتينين كليرانس دوت بقيسه زي بكيب الكرياتينين كونسنطريشن في في فيولون بتاع اليوري على بلازمى كرياتينين كونسانطريشن في الطايم طيب واحدة واحدة انا ادو قتي العيين هقولو ايه هقولو يا فانتنم جمعلي 24 ساعة بول طمام هشوف تركيز الكرياتينين في البول ده قد ايه واشوف الفول毅 بتاع البول طمام واشوف البلازما كونسنتوريشن بتاع الكرياتينين وادربه في الوقت بالدقيقه ده هيطلعني منه كرياتينين كليرونز تمام تمام فيه طريقة بقى ثانية اللي هي مش اكورت اوي هي الاستيميتد جي افور ده اتعان طريق كذا معادلة ممكن معادلة باستخدام البضي ويت وباستخدام الهيجي بتاع العيان اطلع الكرياتينين كليرونز ممكن معادلة ثانية الهيجي بتاع العيان اطلع الكرياتين الاستيميتد جي افور على عموم الدكتور في الحطة دي ملك اشي مع او معادلات قال ان انا ممكن اعملها بطريقة دايريكت وبطريقة ان دايريكت وبطريقة الدايريكت توان طريق الكرياتين كليرونز او ال ادتو وان يولين طريقة الان دايركت اللي هي الاستيميت لجي افور ان انا ادخلها في المعادلات وووو двигations معين او على نت ويطلع للقيمة بتاعتها تمام اصلا القيمة نرمال كامىata هنستعيلنها من مية وعشرين مية وخمسة وعشرين ميل في دقيقة. حلو? هلو جدا. بس قال لي انا عندي مشكلة مع ده ان هو بيديني قراءات خطيئة او مش بيكون في حالات معينة. في حالات في حالات في حالات ان الكرياتينين بيكون نير النورمل. فالرقم اللي هو هيدهوني مش هيموثل الحقيقي بتاع العيان. وان كون البيشنت بتاعي اقل من 18 سنة او تكون بريجنان. تمام? تمام جدا. ونقل على ال GFR ده بقى. هابتقى اعمل للكروني. هم خمسة تمام? طيب. اول حاجة هسترجي الاوانية ان يكون عندي GFR. يكون GFR بتاعي اعلى متسين. تمام? تمام? يعني كدني ده ده ان يكون في مشكلة في او او في او 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 في اليوميتست او في الاوymph study. اهوات الجي فR بتاعي. يعني ان يكون في او الجي فر في او الطريق. rotation الاوbilir?」 طيب العيان في المرحلة اوع في BY дه بيكون اسيمتماتيストاجو特و كذلك بيكون patient exploration بس الجي فور بتاعه بيكون من ستين لسين. طب على بعضها يعني دكتور ما فصلهاش. قال ان دي على بعضها بيكون الجي فور بتاع العين من تلاتين لستين. ممكن نقسمها تبقى هتكون من خمسة وربعين لستين. تكون من تلاتين لخمسة وربعين. عادي يعني. الحالة تكون في تكون اسيبتوماتيك. عندما في ستتش سريبي هيكون بتاع الكيدني متأثر. فالعين دوت هيكون عنده انيميا. بتاع الحالة بيكون قليل المرض ما بيكونش سفير جدا لسه. بيكون جي فور بتاعي من خمستاشر لتلاتين. وبيكون الحالة بتكون سفير. والسيبتومس بتبدأ تزهر عليه. بيكون الجي فور بتاعه السيبتومس بتبدأ تزهر لما الجي فور يكون اقل من نشرين. تمام. وغالبا. سوري. تمام. وهيكون معه. تمام جدا. تمام. طيب. عندي بقى في ستتش الخمسة بيكون جي فور بتاعي اقل من خمستاشر. او انه يكون العين ده. بيكون العين خلاص بقى عنده كيدني فيريار. بيكون العين ده سيبتوماتيك بتاعه تزهرت. والديالس دي بعملها لما يكون جي فور اقل من عشر. هو على عموم الدكتور قال في الجدول ده ان يهمني ان ستتش تلاتة الهيرمونات بتبدأ تتأثر. فالعيان بيكون عنده انيميا. كالسيان بيكون قليل. الفوسفات بيكون عالي. وهي كزا. وان العيان ده ممكن يكون او سلولي بروغريسيف. في المرحلة دي انا مش بعمل الغسيل. الغسيل بيكون في ستش خمسة. ولكن انا بحضر العيان في المرحلة بتاع تستش تلاتة بان انا عمله اي بي شانت. زي تحضير العملية يعني. او اي بي فيستيولة. ام مش. انا ما في ستش الخمسة بيكون عيان خلاص لازما بيتعمل له وبيكون بيكون باين عليه سيبتومس وبيكون الحالة فيها تمام تمام. في بقى معلومة بعد كده بيقولك حاجة اسمها الدياتري and lifestyle interventions. الآن انا عندي عيان في مرحلة ما بيكون بيكون او بي ممكن اقلل بتاعه. فقالي ان من الحاجات اللي بتقلل بتاع ديزيز او ان انا ازود الفترة او الفترة ما بين كل مرة هعمله عن طريقه ان انا قلل بروتين انتيج. احنا عارفين ان بروتين لما يبتغل بيتكسر ويطلع منه اليوريا. واليوريا دي مادة توكسيك. تمام? تمام. فانا هقلله البروتين اللي بيعمل. الدكتور علاء على البوينت زي وقال ان الاندورفينشن ده بيأثر اكتر على الانيويلز تمام? دي اولا ثانيا ان العيانين انا بعملها في العيانين لما يكونوا هما نسا ممسلوش للمرحلة بتاعة دياليسيز. طب العيان خلاص دخل في مرحلة دياليسيز انا كده كده بخسله. فخلاص هاديله لبروتين انتيج بتاعه اللي ينازبه تمام? علشان ما يخشيش في حالة كاتابوليزم. وبرضو هعمل اه مفروض انا هقلل البروتين كونسومشن. بس هديله اديكوات كالوريك انتيج بتاعه هزبط له الكالوريك بتاعته انه ممكن ياخدها من الفات او من الكاربوهايدريت. وقلل بوتاسيوم انتيج والفوسفرس انتيج لان كده الكلية مفروض انا بتخلص من بوتاسيوم الزيت والفوسفرس الزيت وهي مش بتخلص منهم فانا هقللهم من بره. واخر سلايد معنا هي الفرق ما بين الاكيوت كدني انجري والكورونيك كدني ديزيز. المفتاح بتاع الجدول بصفة عامة ان الاكيوت كدني انجري الموضوع بيكون آآ بشكل حقل. مالحقناش نقصر على الكالية ولا وظائف الكالية بصفة كبيرة جدا. او يعني الالتراساوند والهيرمونيك بتاع الكدني ديزيز بيقصر اكتر في الكورونيك. العيان بقلو فترة متأصر وبيكون كومبانسيدة. تمام? كمسلا ان الكورونيك كدني ديزيز هتكون سمول. احنا قلنا انها شرنكد. انما في الاكيوت بتكون نورمال سايز. هيتأثر هيبقى عنده انما الاكيوت بيكون نورمال. الكلسيم هيكون قل. الفوسفرس هيكون زاد. هيزيد. 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 ولكن في الاكيوت كدني انجري كل حاجة تكون نورمال. تمام? وكده الحمد لله الحمد لله نكون خلصنا. هنفسي عارف هتعلم الحارقة امتى? الحمد لله نكون خلصنا. ويعني اي تأثير فهو كان من يويري تأثير في هذا المنى.